مجهز الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر الاتحادية أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مهورية مصر العربية للبحث في علاقات ثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها على كافة المستويات وفي اللقاء أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر السعيد وذكر تحرير سيناء التي سعادت فيها مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني واجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وباسم أعضاء المجلس التعبير عن عظيم شكره وتقديره لموقف جمهورية مصر العربية المشرف ضمن تحالف دعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني وتخفيف من معاناته الإنسانية وتحقيق تطلعاته في سعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية التقاعد مجلس القيادة الرئاسي الواعد روس قاسم الزبيدي مدير عام مكتب الأشغال العام والطرق بالعاصمة المواقعة تعدن المهندس وليد الصراري مدير عام المديرية التواهي وجد الشعبي واستمع اللواء الزبيدي إلى شرح مجز عن سير العمل في مكاتب أو العمل في مكاتب الأشغال في العاصمة المواقعة تعدن بشكل عام ومديرية التواهي على وجه الخصوص وشدد الزبيدي على ضرورة بدل المزيد من الجهود وتكثيف العمل على مستوى العاصمة المواقعة تعدن بشكل عام ومديرية التواهي بشكل خاص باعتبارها وجهة سياحية رئيسية للعاصمة المواقعة تعدن أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح اتصال هاتفيا بلجنة الطوارئ اليمنية في السودان للإطمئنان على أوضاع اليمنين العالقين هناك سمع من رئيس لجنة الطوارئ ملحق شؤون المغتربين في سفارة اليمنية بالخرطوم الدكتور عبد الحق يعقوب إلى شرح حول أوضاع العائلات والطلاب اليمنين العالقين وأقدم العميد طارق مبلغ مئة ألف دولار لاستكمال نقل الطلاب والعائلة اليمنية العالقة في السودان والتخفيف من معاناتهم وصلت إلى مدينة جد السعودية الدفع الأولى من مواطني بلادنا البالغ عددهم 239 مواطنا بعد إجلائه من السودان حيث كان في سكبالهم القنصل اليمني في جدة السفير على ويبا فقيه وقال با فقيه أن وصول هذه الدفعة يأتي في إطار الجهود التي تبدلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تمهيد لمغادرتهم بسلاسة ويسر إلى أرض الوطن تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الرقن خالد الأشوى الأبطال اللواء 197 موشا ولواء الدفاع الجوي التابعين للمنطقة العسكرية السادسة المرابطين في جبهة القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف مشيدا بجهود قيادة الألوية في رفع مستوى الكفاءة القتالية للأبطال وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار انتهى الموجز شكرا للمتابعة ودمتم في رعاية الله